وفي هذا الصباح في حوار خاص مع السيد وائل شيبي عضو مؤسس في جمعية الصداقة الفرنسية الليبية كيف تأسست هذه الجمعية وبماذا تعنى نعم باسم إذن نرحب بوائل عشيبي معنا في سوديو منتكار الودولية صباح الخير وائل صباح النور أخي رضا صباح النور أخي باسم أهلا وسهلا أهلا فيك صباح النور أهلا وسهلا وائل عشيبي في البداية ممكن سؤالي الأول أنت في باريس لماذا؟ أنا حقيقة في باريس هنا من أجل مهمة بحثية وتدريبية مع مجلسي الشيوخ وجمعية وطنية الفرنسية الفرنسية نعم وطبعا أنا كنت مقدم بحث لأينة وهي المدلس الوطني الإدارة الفرنسية وتبنوا الموضوع البحث وأقوم بجزء من دورات تدريبية نظمتها الإنم عن ماذا البحث؟ تتقلم عن بحث عن شوي يعني؟ هي دراسة عن الدبلوماسية البرلمانية دور البرلمان في تقوية العلاقات التعاون مع الدول الأخرى وهذا طبعا مفهوم جديد يعني مفهوم الدبلوماسية البرلمانية باعتبار أن البرلمان هو يمثل الشعب فالعلاقات البرلمانية هي علاقات بين الشعوب نعم إذن علاقات بين الشعوب على عكس طبعا العلاقات بين الأنظمة وأنت وائل عشيبي عضو مؤسس كما ذكرنا في البداية للجمعية وجمعية الصداقة الليبية الفرنسية وهي جمعية مجتمع مدني حدثنا في البداية عن هذه الجمعية عن هويتها عن أهدافها وكيف تأسست؟ نعم حقيقة جمعية الصداقة الليبية الفرنسية كان الغرض من تأسيسها تعزيز التعاون بين ليبيا وفرنسا في المجالات المختلفة وخاصة المجالات الثقافية والعلمية الهدف الرئيسي من تأسيس الجمعية هو دعم الجهود الحكومية لكنا نحن نشوفه أنها محتاجة دعم بالاستشارات بحيث أن نقدر أن نضع برامج فعالة للتعاون في المجالات الثقافية المختلفة وآليات عمل الجمعية هي الاستفادة من الليبيين المختربين في جمهورية فرنسا والاستفادة من الخبرات العربية نحن نعرف أن بعض الدول العربية لها باع في التعاون مع فرنسا خاصة دول مغرب العربي نعم حكيت عن مجال التعاون بالمجالات الثقافية والعلمية بين فرنسا وليبيا تكلمت عن هذا من أهداف الجمعية هو هذا التعاون كيف يتم؟ ما هي مرحله؟ شو المطلوب منكم كجمعية ومن هون كفرنسا؟ من من؟ نعم حقيقة العلاقات الفرنسية الليبية يعني علاقات قديمة لكن مش بقوة العلاقات مع دول أخرى فمثلاً نحن اللغة الفرنسية في ليبيا اللغة غائبة عنها نحن التركيز على اللغة الإنجليزية ولكن نرى أن نحن كمجتمع خاصة بعد ثورة فبراير نرى أن توجهنا يجب أن يكون الانفتاح على العالم وخاصة فرنسا هو جار متوسط يعني وبالتالي الاهتمام باللغة الفرنسية واحدة من أهم نشرات الجمعية هو النشر اللغة الفرنسية النشر اللغة الفرنسية باستفادة من الخبرات الفرنسية الدعم اللي ممكن يقدم فيها المجال الأنشطة الأخرى مثلاً التعاون بين الجامعات كان عندنا مثلاً مؤتمر تجاء الإعمار بنغازي وقدمنا استشارات بخصوص دعوة الشركات الفرنسية لحضور هذا المؤتمر وغير يعني فرنسا دولة غنية بالخبرات في شتى المجالات في مشالات أنمية وصناعية وبيئية ونحن يهمنا أن نحن نستفيد منها الخبرات هذه نعم إذن الجمعية هي جمعية مجتمع مدني أعضاءها ليبيين وفرنسيين ومواطنين ليبيين مقيمين في فرنسا صح وإل نعم يعني هذه هي الفكرة للغرض وحدة من أهداف الجمعية أن نحن نمدش جسور لهم اللي نحن نعتبر فيهم الليبيين في فرنسا هم طيور مهاجرة يعني وهم مواطنين ليبيين يعني في النهاية وهمنا أن نحن نحافظ على جسور التعاون معهم ونستفيدوا من خبر التواجدهم في فرنسا نستفيدوا من هذه الخبرة الغنية في أنهم يمدون بالمعرفة وبالاستشارات اللازمة بحكم أنهم عاشوا في البيئة الفرنسية وفهموا الواقع الفرنسي يعني أنا كان ليبي تعاون مع فرنسا محدود ولكن هم بحكم عاشوا سنوات طويلة هم عارفين المداخل البلد وعارفين الفرص وكيف يتحدثوا مع المؤسسات الفرنسية المختلفة وذلك واحدة من أهم نقاط القوة في الجميع أن يتحاول تستفيد مش بس من الليبيين ولكن من العرب إجمالا يعني المغرب العربي وصفة عام الدول العربية في جالية كبيرة موجودة في فرنسا وعندهم خبرات في شتى المجالات يعني فهالجالية من المهم أن نستفيدوا من خبرتهم وخاصة نحن نجد فيهم أن هم يعني يبقوا يفيدوا دولهم الأصلية ومدوها بالخبرات المطلوبة نعم تأثرت الثقافة في ليبيا أو الحياة الثقافية الليبية من بعد الحرب حتى الآن كيف اختلفت؟ والله هو من بعد ثورة فبراير صار طفرة في الحريات حقيقة ولكن للأسف الأزمات الأخيرة أثرت على جانب جزء مننا جانب التمويل عندنا من الأسف أصبح التمويل بسبب الأزمات الاقتصادية وسبب مختلفة فأصبح التمويل للثقافة محدود جدا بالرغم أنه عندنا مشهد نقدر نقول أنه مشهد نشط يعني في ليبيا عندنا مثقفين وعندنا كتاب التأثير الثاني هو أن للأسف وسائل الإعلام العالمية والدولية ما تركزش على موضوع الثقافة يعني أغلب ما يتناولوه يتناولوا الشأن السياسي برغم أنه عندنا إصدارات كتاب يصدروا في كتب وعندنا نشاط مسرحي وعندنا نشاط مولدراما وموسيقى ولكن كما أسلفت أن أكثر شيء أثرت فيه الأزمات الأخيرة هو على صعيد التمويل أنت الآن جيت من ليبيا ومن بنغازي ومن طرابلس وكل هذه المناطق يعني منذ أسبوع أنت في بريز لو تحدثنا الآن عن الوضع في ليبيا يعني الوضع الأمني الوضع الثقافي الوضع الاجتماعي كيف يعيش أهلنا في ليبيا يعني خاصة أنه تذكرت أن وسائل الإعلام ممكن تسلط أكثر عن جانب السياسي أو جانب يعني تحدثناش كثير على المشهد الثقافي والاجتماعي في ليبيا نعم حقيقة أن ليبيا دولة شاسعة دولة يعني ضخمة يعني حوالي عندنا حوالي مليون وثمانمائة ألف كيلو ومناخات مختلفة ليبيا بلد متنوع جغرافيا متنوع عرقيا ففي عندنا مناطق فيها مشاكل وفي عندنا مناطق مستقرة يعني فيه صحيح نعم فيه نعانو من أزمة في بعض الأمور وفي بعض كثير المدن وكثير مناطق عايشة حياتها طبيعية وفيها أنشطة ثقافية والناس عايشة حياتها بشكل طبيعي جدا وكان عندنا طبعا كان عندي مداخلة من حوالي شهر بخصوص من مهرجان طيران في مدينة المارج قرمية كيلو قرب منغازي فالمشهد في ليبيا مشهد متنوع ولكن الحياة تسير بشكل جيد يعني في ليبيا ربما الوسائل الإعلام الدولية تأخذ في الموضوع من منظور واحد ولكن من ناحية أخرى هناك عديد من الأشياء الإيجابية التي تستحق أنها تذكرة يعني خاصة بالنسبة خاصة بما تعلق بالثقافة يعني بنغازي مثلا شهر رمضان الفات كان في عديد من الأمسيات الثقافية وكان كثير من اللي كانت أنشطة كذلك بالنسبة الوضع للمدينة ترابسو وللمدينة مدينة في الجنوب كما أسلفت يعني ليبيا بلد كبير ما تقدرشت إذن الناس تمارس حياتها بشكل طبيعي وبكل يعني قرية يعني هاي الفكرة عن جدل مبتولة حدا ليبيا ما بيخطر على باله هاي الفكرة أول شي يعني فورا بيخطر على باله حرب دمار حياتها صعبة يعني هيك فورا أول ما بيخطر على بال يعني وسائل الإعلام الليبية هون شو عم بيكون دورة حقينا عن وسائل الإعلام برأيك كافية لتوصل هاي الصورة لبرة في ظل مثل ما قالت أنه الدولية بتاخدها من ناحية معينة لكن بليبيا كوسائل الإعلام شو تعمل طبعا في ليبيا عندنا إعلام خاص وإعلام عام هو حقيقة يعني حاول يتناول برضو جوانب الثقافية والرياضية وغيرها ولكن برضو حتى الإعلام عندنا الإعلام الليبي برضو حتى هو للأسف يعني مركز على الجانب نقوله الجانب السلبي يعني ما لم يب يعني ما زال الصورة اللي يعطي فيها صورة جاية في اتجاه واحد يعني يعني ما زال الأغلب يعني نشوف أغلب المساحات تفرض للحديث عن الأزمة السياسية للحديث عن بين الفرقاء الصراع أو بين يعني اللي هو الصراع السياسي الموجود والأسف يعني يتهم العديد من الأمور الإيجابية يعني والحياة اليومية اللي هي ماشية بشكل طبيعي كيف ما قلتنا فيها نحن اليوم في موتيكال الدولية نصرت الضوء على الجانب الإيجابي والجانب الجميل والشيء من الفرح في ليبيا ومنها هذه الجمعية جمعية الصداقة ليبيا الفرنسية والعشيبي مجلس الشيوخ الفرنسي وممكن المدرسة العليل الإدارة في فرنسا أيضا يستعينوا بكم في تأسيس جمعية صداقة برلمانية ليبيا فرنسية أيضا صداقة برلمانية مش جمعية مجتمع مدني نعم هنا مجلس النواب الليبي لأنا موظف معهم يعني استعان بما قل يعني هو خبرة الجمعية في الدفع بالعلاقات الليبيا الفرنسية ولذلك نحن عندنا تواصل مباشر مع مجلس الشيوخ ومع الجمعية الوطنية الفرنسية من أجل تأسيس جمعية صداقة برلمانية ليبيا فرنسية وبرضو هي حتى سيكون لها أهداف مش بس سياسية ولكن أهداف حتى علمية وثقافية يعني لماذا البرلمان الفرنسي لماذا هل ممكن لأنه النظام التشريعي والقانون الفرنسي طبعا القديم والعريق لابد من الاستفادة منه في ديبيا مثلا نعم القانون الفرنسي بحكم أن تفضل اشرب شوية ماء كان هذا الزؤال إذن حول لماذا فرنسي لماذا البرلمان الفرنسي البرلمان الفرنسي مؤسسة عريقة وطبعا لها تأثير على الحكومة وتضع كثير من السياسات الخاصة بالتعاون الثقافي والعلمي وذلك من المهم جدا أن يكون بيننا وبينهم تعاون نشرح فيه ظروفنا احتياجاتنا ويعني على المستوى البرلماني بحيث أنه يدفع باتجاه التعاون بشكل رسمي نعم نبقى في الحديث عن هذه الجمعية ما عرفنا منذ متى تأسست وما حققت من إنجازات حتى الآن على أرض الواقع يعني هي الجمعية ولدت فكرتها في مدينة طبرق حقيقة اللي هي حالة المقار المؤقت لمجلس النواب ومن قبل ناء يعني مهتمين بالشأن بالتعاون مع الجامل الفرنسي وتبنتها طبعا في البداية تبنت المجموعة قسم اللغة الفرنسية في جامعة مدينة طبرق وهو قسم ناشط يعتبر من أقسام الناشطة على مستوى الجامعة الليبية وكان طبعا من المؤسسين معنا الدكتور محمد الفضيل محمد الفضيل العاشور وهو مخترب عاش سنوات طويلة في فرنسا وعد للعمل لنشر أو لتطوير اللغة الفرنسية في ليبيا ولدت هذه الفكرة فكرة التأسيس في مدينة طبرق كما أسلفت وبدأنا وضعنا النظام الداخلي ووضعنا يعني أنشط الجمعية وبدأنا نشتغله وطبعا نحن عندنا القانون في ليبيا لازم من إشهار الجمعية بشكل رسمي حقيقة واجهتنا صعوبة يعني نحن نشتغله من أكثر من سنة ونص نشتغله بشكل يعني يعني بدينا فعلا عملنا لكن في انتظار إشهارها بشكل قانوني يعني الاعتماد الاعتماد والشكل القانوني لأن للأسف نحن العهد السابق كان فيه انغلاق يعني في البلد فأصبحت الأمور هذه ينظر لها شوية هكي بنعمل من ريبة ولكن نحن طبعا من خلال من تواصلنا خلال أكثر من عام تواصلنا وإصرارنا وشرحنا لفكرة الجمعية استطعنا أن نقنع المسؤولين بأنه يعظم موافقة الإشارة وبالفعل خضينا الموافقة القانونية لإشارة الجمعية ولكن نحن يعني يعني عندنا مشاريع اشتغلنا فيها يعني من ضمن المشاريع هذه اشتغلنا على مشروع موضوع يعني تقوية العضاء التدريس في جامعات في أقسام اللغة الفرنسية وتمكننا من حصول على منحة فرنسية سنوية بمقتضاها ناخذ مجموعة أساذة من مختلف المدن الليبية طبعا نحن حريصين على أن نشتغلوا في جميع المدن الليبية ناخذ مجموعة ويوجود لفرنسا لمدة شهر ياخذوا فيها طرق التدريس ومن ثم يعودوا لليبيا يعني بحيثنا لأقسامهم كذلك عندنا مشروع بدنا فيه مشروع المنصة التعليم اللغة هنا فرنسا هي منصة إلكترونية تشرح اللغة الفرنسية بشكل مبسط تشرح كيفية القبولات مثلا في الجامعة أمور الثقافية لأن عندنا طلبة الليبيين كثيرين عندهم رغبة يجوه في فرنسا ولكنهم يعفوش يتواصلوا مع الجامعات بحكم اللغة فرقية الجمعية ساعده نعم نحن ساعدوا فيهم خاصة عندنا طلبة القانون يعني فرنسا دولة متقدمة في مجال القانون فهذه الأمور اللي احنا اشتغلنا عليها عندنا موضوع آخر مهم هو موضوع التوأمة عندنا الآن مشروع توأمة ما بين مدينتي بنغازي ومدينة ليون تشتغلوا عليه وعندنا على التواصل مباشر طبعا مع البلديتين بلدية بنغازي وبلدية ليون حتى تكون توأمة وممكن الحالات ووفد يجي من ليون إلى بنغازي نعم هي برامج التوأمة والتعاوم موجودة في العالم العربي ولكن للأسف أغلبها حبر على ورق لأن البرامج هذه محتاجة حاجة اسمها فولو أب يعني متابعة المتابعة هذه تحتاج ناس تفهم طبيعة التوأمة ولذلك لو ترك الموضوع بس للمسؤول قد المسؤول ما عنداش الوقت أنه يتابع ولكن من هنا جاء أهمية جمعيتنا أن نحن نقترح المشاريع اللي فعلا تعطي معنى لهذه التوأمة ما تصبح بس عبارة عن توأمة في الإعلام وعبارة عن حبر على ورق لا نحن نقترح المشاريع اللي ممكن نشتغلوهن ونعمموه المشاريع وتصبح الموضوع تعاون في قطاع واسع من الأنشطة المختلفة تصير على أرض الواقع يعني هاي المشاريع نعم مشاريع وواقعية مش مجرد بس عبارة عن اتفاقات على الورق يعني نعم إذن ممكن سؤالي الأخير أو قبل الأخير والعشبي حول في ليبيا الآن الأوضاع طبعا مش مستقرة تماما لكن في أمل وفي خير سؤالي حول أنه خبث قفية الكتاب والمبدعين والفنانين دورهم في حالة الأزمة يعني وتوحيد الصف والله هو يعني في السنوات الأولى اللي هي ما بعد ثورة فبراير كان فيه نشاط حقيقة ولكن للأسف يعني أنا وهذا رأيي الشخصي أنا شوف فيه نعم الإحباط ما بين المثقفين جعلهم ينسحبوا من مشهد وهذا أمر خطير يعني يعني بصراحة يعني هالنخب هذه النخب المثقفة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذه الفترة عصيبة يجب أن لا تسمح للأحباط بأنه يتمكن منها يجب أن يكون عندهم صوت قوي ضد دعاة العنف ضد دعاة الحرب يجب أن يساعدوا والاستبداد نعم الاستبداد يجب أن يكون يعني صوتهم قوي من أجل ترسيخ دولة المؤسسات ودولة القانون دورة العدالة وهو دور المثقف العضوي الفعلي نعم نعم يجب أن لا يقعوا فيها الاستقطاب الموجود ويجب أن لا يتحولوا إلى محاور أو منابر لنشر الكراهي ونشر الدم ونشر يعني ويجب أن يكون عندهم دورهم موضوعي محايد ويجب أن يكون عندنا يعني بصراحة النشر لثقافة التسامح يعني وبعد عن استقطابية الآن للأسف نحن نعانو منها الاستقطاب يعني أنت مش معي أنت علي أنت ضد وهذا دور المثقف وهذا ما يعطي للمثقف اسمه ودوره ولذلك ولذلك هذه يعني رسالة ونداء للمثقفين فعلا يقوموا بدورهم يعني هذا هو الدور اللي الآن المهم جدا يقوموا به يعني نعم لبناء مجتمع سليم وصحي وإن شاء الله ليبيا بقى الف خير إن شاء الله وإنت بقى الف خير والجمعية وكل الأشقاء باسم سعدنا بوجودك معنا متمنى تقدم لهيك جمعية وتكون مثال لتجارب أخرى أيضا بالعالم العربي وحكيت كلمة كثير جوهرية محبر على ورقة على الأرض أفضل وأجمل بيكون الشغل شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لك أخي باسم وشكرا لك أخي رضاو على حفوة الاستقبال وأتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج مميز الذي نحرص جميعا على أننا نتابعه شكرا جزيلا لك وائل عشيبي العضو مؤسس لجمعية صداقة ليبيا الفرنسية شكرا ونلتقيك في فرص أخرى إن شاء الله شكرا لكم إلى اللقاء